اشتركوا في القناة 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 حفلة العرس تكلفة بالكويت يمكن عشرين الف دينار يمكن يمكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعدها بشهر يطلق ما يسوع عليه صير خلافات على ادفل امور لانه اذا الزواج يبدأ بهالطريقة بصراحة يبدأ الزواج بهذه التعقيدات وبهذه المهور الغالية التي هي منهي عنها شرعا بالمناسبة خير نساء امتي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أصبحهن وجهن وأقلهن مهرا خلص مفروض وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه خلص بعد ما تحتاج هذه التعقيدات حتى يقضى على ظاهرة العنوسة وظاهرة العزوبية وهذا الهم والغم حالة الزواج يبدأ بسيطا ببساطة وبنور وإيمان ويأمر وبالفعل هذا الذي الله عز وجل ورسوله وأوليائه يباركونه أما هذه المغالات في المهور المغالات في تعقيدات وترتيبات الزواج والأعراس ومشاكل هذه التي تنزع وتسلب البركة من هذه الزيجات لا أقل إنها تثير المطامع في الطرفين فأمام أقل شيء أقل شيء يقع الطلاق وهذه النسبة مخيفة قضية الطلاق يوم بعد يوم تزداد خمسين بالمئة خمسين بالمئة تقول وصلت أنا أتذكر وقت هجرتي من الكويت كانت يقولون من كل ثلاث زيجات واحدة يصير بيها حفواً اثنتان يصير طلاق واحدة تثبت شوف تخيل يعني أكثر حتى من خمسين بالمئة من كل ثلاث زيجات واحدة تستمر اثنتان تتفركش يصير طلاق ليش هكذا الخير كل الخير في اتباع محمد وآله عليهم السلام هونوا على الناس يهون الله عليكم يسروا ولا تعسروا خلي الناس تتزوج خلي الناس تفرح بحياتها تعيش ببساطة البساطة خيرة رسول الله صلى الله عليه وآله شوفوا بساطته في حياته وقد كان بإمكاني أن يملك الأرض وما عليها أمير المؤمنين عليه السلام كذلك الزهراء صلى الله عليه وروح فداء التي كانت تطحن بيديها حتى مجلت يداها ما يتحتاج الأمور كل هذه التعقيدات بين الناس والمغالات والإثقال على كواهل الشباب وأحيانا حتى على كواهل الشابات مثلا في مصر عندهم عاد أنه لازم المرأة هي التي أو أهل الزوجة هم الذين يؤثثون البيت وكذا لازم هم وغم ويستلفون وأموال إلى متى هذه الأشياء؟ إلى متى؟ هذا الإسلام بسماحته ببساطته يعمر البيوت وفقه أهل البيت اتبعوا فقه أهل البيت عليهم والسلام